السلام عليكم وياكم حمد الحداد وأخيرا وصلنا إلى الفيديو السنوي فيديو أفضل جهاز بالسوق العراقي تحت 300 دولار هذه السنة نزلت هواي أجهزة في هذه الفئة من بداية السنة وإلى حد الآن بس اللي صار أنه حرفيا أكو أجهزة اختفت من السوق أجهزة هواي من شاومي ومن سامسونج ومن شركات ثانية وعلى طاري سامسونج فيمكن وحدة من مفاجآت الموسم هذا أنه سامسونج ما رح تكون موجودة بتلفون من 200 إلى 300 دولار لأنه ما عنده تلفون أصلا فمن رح أجيب تلفون بمعنى أصح أنه سامسونج عندها شي حقيقي فعلا ينافس رح يكون قريب على الـ 400 دولار اللي هو الـ A52S وهذا رح أرجع له بنهاية الفيديو لأنه أكون ملاحظات مهمة فتأكد تشوف الفيديو للأخير الآن أسعار الهواتف اللي رح تنذكر بالفيديو خاصة بالسوق العراقي وممكن تختلف من بلد إلى آخر في حال تشوف الفيديو وانت خارج العراق معلومة مهمة جدا لازم نتفق عليها ذكرتها بالبداية أنه أكو تلفونات نزلت بداية السنة إذا تروح اليوم تدور عليها بتاريخ تصوير الفيديو ما رح تلقاها بالسوق أصلا فتقدر تعتبرها تلفونات انقرضت لذلك هذه التلفونات اللي انقرضت تم استبعادها من بداية أو من هذا الفيديو هذا الفيديو بالتعاون مع الشباب في بابل ستور إذا حاب تتواصلوا إياهم أو تطلب منهم كل التفاصيل أكيد رح تلقاها أسفل الفيديو أيضا قبل لا أبلش فلازم نتفق أنه ترتيب الهواتف بهذا الفيديو رح يكون عشوائي وبالنهاية رح نطيك الزبدة بوجهة نظري وأقول لك منه أفضل تلفون برأي كرأي شخصي ممكن أنه تختلف وياي وممكن أنه تتفق ورح أقول لك منه أفضل هاتف بالسوق العراقي برأي تحت 300 دولار في 2021 نبدأ المنافسة مع هواتف شاومي بحيث هذا السنة شاومي نزلت كمية تلفونات الله أكبر يعني كمية مرتبة إلى درجة ممكن تقول الله يعين اللي يريد يشتري ويحتار لأنه حقيقة أنواع هواي نزلوا تحديدا شاومي وبداية مع أول تلفوناتهم بهذا الفيديو وهو الشاومي 11 Lite فشاومي 11 Lite اللي هو حاليا بسعر 290 دولار بالنسبة لنسخة الثمانية رام مع 128 جيكا بايت ذاكرة تخزين جهاز نزل تحت مظلة عائلة المي 11 يقدم تصميم نحيف جدا 6.7 ملم مع شاشة أمولد 90 هرتز مستغلة الأطراف بشكل ممتاز ومستوى كاميرات جيد لكن مو الأفضل الجهاز يجي مع استيريو سبيكر وشاحن 33 واط ومع معالج 778 سناب دراجون الجهاز نوعا ما تحسه موجه للنساء والبنات أكثر مما أنه يكون تلفون رجالي أهم العيوب لهذا الهاتف عدم تواجد منفذ سماعات وهذا الأمر إذا ما كان عيب في هواتف الفئة المتوسطة فهو بالنهاية شي غير مرحب به بالنسبة لهذه الفئة من المستخدمين أما النقطة الثانية من العيوب فمشكلة مستشعر التقارب اللي بالفعل هو عبارة عن مشكلة بأغلب هواتف شاومي هذه السنة فالشاشة راح تقوم ترمش وتسوق للشات أثناء مكالمة أو أثناء ما تسمع فويز على واتساب مثلا التلفون الثاني ضمن هواتف شاومي هو البوكو X3 برو هذا التلفون يجي بسعر 245 دولار حاليا لنسخة الثمانية رام مع 256 جيجا بايت ذاكرة تخزين وهو عبارة عن قنبلة نزلة هذه السنة بهذا التسعير اللي راح يكون أرخص بالنسبة لنسخة 128 جيجا بايت في حال توفرت هنا بهذا التلفون شاومي شالت معالج فلاكشيب مال قبل سنتين وحطتها بجهاز سعر سعر فئة متوسطة وهذا يمكن أحسن تنفيذ للمقولة الجدلية اللي تقول أشتري فلاكشيب قبل سنتين وما أشتري فئة متوسطة جديد فكل شي بالبوكو X3 برو تقريبا ممتاز وأهم شي وأول شي هو الأداء وقوة الأداء اللي قدمها بسبب المعالج حتى بقية العوامل الثانية ممتازة سواء البطارية 5160 ميلا امبير سماعات الاستيريو تردد الشاشة 120 هرتز لكن أكيد إذا تسأل عن أهم عيوبة فكاميرات خلفية عادية جدا بهذه الفئة ما ترقى مثلا لمستوى المعالج اللي تكلمنا عنها من ناحية القوة نقطة ثانية الشاشة المستخدمة هنا LCD مو أمولد نعم هي بتردد 120 هرتز بس هذه الفئة صارت بها تلفونات أمولد و120 هرتز عادي جدا فيعني تجربة المشاهدة رح تكون مختلفة على شاشة LCD مقارنة بقوة وحدة شاشات الأمولد نقطة ثالثة فمستشعر التقارب الموجود فهو موجود كسوفتوير لذلك ممكن تلاحظ مشاكل بوميض الشاشة أثناء المكالمة أو سماع فويز على واتساب مثلا رابعا التلفون من التلفونات اللي حجمها ضخم ووزنها ثقيل نتكلم عن تلفون فوق 200 غرام فهو على النقيض تماما من تلفون مثل المي 11 Lite اللي تكلمنا عنه قبل شوية خامسا عدم موجود نظام اهتزاز أيضا يعتبر عيب من عيو بهذا الهاتف نروح لآخر فرد ضمن عائلة شاومي بهذا الفيديو البوكو X3 GT اللي يجي بسعر 300 دولار حاليا لنسخة الـ 8 رام و256 جيجا بايت ذاكرة تخزين والسعر أرخص بـ 20 دولار تقريبا لنسخة الـ 128 جيجا بايت فمو فرق عملاق بالسعر الجهاز يتميز حقيقة بتواجد معالج قوي وممتاز بهذه الفئة السعرية تايمين سيتي 1100 مع شاحن 67 واط بالإضافة إلى بطارية 5000 ميلي أمبير ومع السماعات الاستيريو هو تقريبا بنفس قوة البوكو X3 Pro اللي حتينا عنه قبل شوية وبنفس الوقت هو بنفس مشاكل وعيوب البوكو X3 Pro فمو كافي انك تستند على اسم معالج قوي حتى تغطي على بقية المشاكل الثانية اللي بالتلفون لأنه بالنهاية المستخدم يحتاج التوليفة الكاملة فأهم عيوب X3 GT أولا شاشة 120 هرتز نعم ولكنها LCD فتجربة المشاهدة ما راح تكون أفضل شي بهذه الفئة ثانيا مشاكل باستقرار الواجهة نقطة ثالثة مشكلة مستشعر التقارب لبروكسيميتي سنسر اللي صارت مثل الختم بأجهزة شاومي هذه السنة رابعا الكاميرات الخلفية والأمامية مستواها أيضا عادي ومعالجة الصور بينسطر وسطر صراحة نعوف شاومي ونروح لتلفونات ثانية من Honor وهواوي ويمكن ما متخيل أن هذه الشركات تكون موجودة ضمن هذه الفئة السعرية ولكن فعليا هذه الشركات موجودة ومبعدها تلفونات ضمن هذه الفئة نعرف أنه Honor رجعت وتلفوناتها الآن مع خدمات جوجل ولكن هواوي لحد الآن ضمن الحضر وتلفوناتهم ما بها خدمات جوجل فالتلفون الأول هو Honor 50 Lite اللي حاليا يجي بسعر 239 دولار والتلفون الثاني هو الهواوي Nova 8i اللي يجي بسعر 300 دولار التلفونين راح يكونون مع 128 جيكا بايت ذاكرة تخزين و8 جيكا بايت رام ورح تسأل ليش محمد جماعة هذين التلفونين سوية وأنا أقول لك ليش لأنه حرفيا هذين الجهازين عبارة عن جهاز واحد بس واحد من طلع من المصنع كتبوا عليه Honor والثاني كتبوا عليه هواوي وبرأيي هذه الأجهزة بها شغلتين مميزة بس الأول هو شاحن 66 واط والشغلة الثانية اللي موجودة أو عن نفسي ما شايفها بجهاز ثاني سابقا وهي استغلال حافة الجهاز من الأعلى بحيث الشاشة مغطية مساحة إلى درجة أنه ماكو حافة هذا الشيء الوحيد الجميل بهذه الأجهزة باقي الأشياء بصراحة دون المستوى بكثير فأهم العيوب أولا معالج قديم موجود على تلفونات ب100 دولار مستوى مو مستوى التلفون بهذه الفئة الأداء راح يكون سيء خصوصا على المدى الطويل الشيء المضحك أنه من قدما Honor تعرف أنه هذا المعالج قديم ومتهالك ولا يصلح أنه يكون بتلفون بهذا السعر من الدور بموقعهم الإلكتروني الرسمي راح تلقاهم ذاكرين كل شيء بس ما ذاكرين اسم المعالج ولا جايبين طارج قد تردد المعالج أو كوراته مثلا تحسهم مستحين وهذه الشغلة أول مرة أشوفها بعالم الهواتف صراحة أنه المعالج أهم قطعة بالتلفون ما يتم ذكرها للشخص اللي جاي يشتري من موقعهم بشكل مباشر فشيء صراحة غريب جدا أول مرة أشوفه بعالم الهواتف والشركات بس مع ذلك الحقيق قال من تفوت على موقع هواوي فهواوي حط اسم المعالج وكل تفاصيله بعكس أونر النقطة الثانية الشاشات هنا صحيح مستغلة الحافة والأطراف بس الغريب أنها شاشة LCD والغريب أكثر أنه الشاشات هنا 60 هرتز لا 90 لا 120 فهذا أكيد شيء غير مراحل به ثالثا عدم وجود خدمات جوجل بتلفون هواوي يعتبر من العيوب أكيد ورابعا الكاميرا الأمامية نتائجها متواضعة النقطة الأخيرة عدم تواجد ستريو سبيكر سواء في هاتف أونر أو هاتف هواوي التلفون اللي بعده هو أيضا واحد من التلفونات اللي نزلت نهاية هذه السنة وهو الامفينيكس زيرو اكس برو اللي يجي بسعر 300 دولار حاليا لنسخة 250 جيجا بايت ومعه 8 جيجا بايت رام هذا الجهاز تقريبا غير هوية امفينيكس قدمونا تصميم من الزجاج شاشة أموليد 120 هرتز بصمة تحت الشاشة ومنظومة كاميرات اعتمدوا بتسويق الجهاز عليهم فرح نشوف أشياء مثل عدسة بيرسكوب خاصة بالزوم وحساس بقوة 108 ميجابيكسل مع OIS تثبيت صورة بصري حتى الشاحن هنا كان ممتاز 45 واط ومستشعر التقارب مضبوط أيضا وأمور هواي حلوة ومشتغليها صح فالخلطة زينة بس أكيد لازم أكو عيوب رغم كل ذلك وأهم العيوب بالإمفينيكس زيرو اكس المعالج متوسط جدا هيليو جي 95 معالج موجود بتليفونات سعرها أقل وأصلا إنفينيكس استخدمتها كذا مرة وبتليفونات مختلفة كأداء في الألعاب ما رح تاخذ أشياء واو خصوصا من ناحية الجرافيكس والثبات النقطة الثانية عدم تواجد ستريو سبيكر والسماعة المونو هنا متوسطة كصوت نقطة الثالثة والأخيرة نظام الاهتزاز بهذا الهاتف بدائي وما عجبني صراحة الآن نروح للهاتف اللي بعده واللي هو التكنو كامون 18 بريمير اللي يجي بسعر 300 دولار حالياً لنسخة لثمانية رام و256 جيجا بايت ذاكرة تخزين واللي هو عبارة عن شيء متقارب ومتشابه مع الإمفينيكس زيرو اكس برو نفس الفلسفة نفس التوجه تقريباً إمفينيكس والتيكنو عبارة عن توأم غير معلن عنه بشكل رسمي مثل ثنائية هواوي وأونر ريلمي وأوبو شاومي بوكو التكنو كامون 18 بريمير ركز بشكل عملاق على أشياء مثل المظهر والتصميم ومواد التصنيع وصناعة هوية جديدة لشركة مثل تكنو كل تلفوناتها بلاستيك وبكواليتي متوسط فما دون هذا التلفون ومن قبل الفانتوم اكس غير هذه النظرة وشفنا مواد تصنيع من الزجاج وشفنا كاميرات بها OIS وعدسة تليفوتو بيرسكوب وأشياء جديدة منهم ما متعودين نشوفها وأيضا شاشة أمولد 120 هرتز ولكن بوقتها أثناء المراجعة قلت لكم هذا التلفون مو من فئة التلفونات اللي ينقال عليها الأفضل بفئة السعرية فأهم العيوب اللي التكنو كامون 18 بريمير أول شي سماعات عدم تواجد سماعات ستريو على تلفون ب300 دولار شي غير مقبولي شغلة ثانية الهاتف متوفر بنسخة 256 جيجا بايت فقط نفس مشكلة الامفينيكس زيرو اكس ولو توفر بنسخة 128 كان ممكن يكون سعره مقبول أكثر وأقل من السعر الحالي ويكون منافسي بشكل أكبر ثالثا وأخيرا المعالج متوسط جدا ومن تشوف التلفون من بعيد يمكن ما تتخيل أنه التلفون بهذا التصميم والأناقة عليها الجي 96 من ميدياتيك اللي موجود بتلفونات ثانية سعرها 200 دولار الآن بالنسبة لبقية الهواتف بهذا الفيديو فأكيد لازم نتكلم عن هواتف ريلمي وأول واحد هو الريلمي جي تي ماستر هاتف سعره حاليا لنسخة الثمانية رام وذاكرة 128 جيجا بايت بحدود 290 دولار بتاريخ تصوير هذا الفيديو ونسخة الثمانية رام وذاكرة 256 جيجا بايت بسعر 320 دولار تلفون بمواصفات ممتازة معالج 778 سناب دراجون شاشة أموليد 120 هرتز مع كاميرات خلفية بإمكانيات جيدة جدا تنافس بقوة ما موجود في السامسونج A52S وتتفوق عليها بوضعيات هواي وأيضا بعد تجربتي حقيقة أشوف واحد من أفضل الأجهزة هذه السنة بالفعل المتوسطة بالتصوير الليلي بالأضاءة المنخفضة هذا الهاتف من أكثر الهواتف الفريدة والجديدة أيضا من ناحية التصميم هذه السنة أول مرة نشوف هيكي تنفيذ وبعيدا عن المظهر أكو نقاط مهمة موجودة هنا كلها مجتمعة للأسف ما اجتمعت بتلفون ثاني هذه السنة نتكلم عن مستشعر تقارب ممتاز نظام اهتزاز جيد تجربة سوفتوير مستقرة والأهم الأداء القوي هذا الهاتف مع المعالج الموجود ومع أشياء مثل نظام التبريد والضبط ريلمي اللي هي بالتبعية تعتمد على سوفتوير أوبو للواجهة بطريقة ممتازة تخليها تتفوق على هواتف شاومي بجانب السوفتوير هذه السنة حقيقة مشاكل شاومي هذه السنة بالسوفتوير طغت بشكل ملفت على الأجزاء اللي قدموها حتى وإن كانت قوية عكس ريلمي اللي أساسا تعتمد على سوفتوير أوبو اللي يعتبر التوب بين جميع الشركات لكن مع ذلك ومثل ما نقول الحلو ما يكمل وأكيد كل واحد عنده نقطة ضعف والجي تي ماستر يملك نقاط ضعف وعيوب مثل أولا عدم تواجد سماعات استيريو وهو شي مرفوض مثل ما قلنا نعم السماعة المونو هنانا زينة وتجربتها أفضل من تلفونات ثانية عليهم سماعة مونو وحدة بس يبقى اختيار تمنيت أن يكون موجود السماعات الاستيريو العيب الثاني هو تركيز الشركة على نسخة 256 جيجا بايت الأغلى اللي تيجي بسعر 320 دولار اللي احتمال تلقاها موجودة بكثرة أكثر من نسخة 128 جيجا بايت الأرخص اللي تقدم قيمة أعلى أما التلفون الثاني من ريلمي وهو الريلمي Q3 برو اللي ييجي بسعر 235 دولار لنسخة 8 رام و 128 جيجا بايت ذاكرة تخزين هذا الهاتف اللي يعتبر المفاجأة بنهاية هذه السنة بحيث هذا الهاتف أساسا موجود بمسمى لQ3 برو كرنفال ولكن نزل بالسوق العراقي باسم Q3 برو وما نزل بأسواق ثانية مثل مصر وبلدان ثانية حسب معلوماتي والجهاز حقيقة يتفوق على هواي تلفونات أغلى منها بالسعر خصوصا في موضوع الأداء والقيمة بشكل عام يتفوق على أشياء مثل الرينو 6 الرينو 6 Z والسامسونج A52 والأي 72 وتلفونات ثانية حتى موجودة بهذا الفيديو أغلى منه يتفوق عليهم بموضوع الأداء فهو جامع أغلب متطلبات هذه السنة أو القواعد الخاصة بالمنافسة فمعالج ممتاز مثل ال768 سناف دراجون اللي أداء أقل بنسبة تقريبا 10% من أداء ال778 سناف دراجون وهو شي جيد مع الشاشة الأمولاد ال120 هرتز ومع الشاحن ال50 واط والأهم طبعا السوفتوير الممتاز اللي راح يكمل التجربة نوعا ما ما تشوف أحد بالسوق بسعره يقدم هذه الخلطة مجتمعة ومع ذلك هو أكيد يملك بعض النواقص والعيوب أولا العيب اللي تعودناه بتلفونات ريلمي عدم تواجد سماعات استيريو وتقريبا ريلمي حالفة بسنة 2021 ما تنزل سماعات استيريو بتلفونات ل300 دولار وكأنه السماعات الاستيريو عد ريلمي حكر على التلفونات الغالية ل400 دولار فما فوق النقطة الثانية هذا الهاتف عبارة عن هاتف موجه للسوق الصيني من الأساس ولكن بروم عالمي لذلك ممكن يكون أكو تأخير بوصول التحديثات غير عن الهواتف اللي أصلا موجه للسوق العراقي مباشرة اللي طالع من المصنع أساسا هي Global Version موضوع التحديثات لحد الآن بالكيو ثري برو ما واضح وبانتظار أنه توصل التحديثات حتى نتأكد بشكل كامل من هذه النقطة أما العيب الثالث اللي قد ما يكون عيب قوي جدا ولكن حبيت أنه أذكره فبما أنه هذا جهاز موجه للسوق الصيني وكان باسم مختلف وجاي باسم مختلف وما نازل بكل الدول فغالبا راح يكون من الصعب الحصول على أكسسواراته وكفرات حماية أو زجاج حماية للشاشة فهذه تقريبا كل الهواتف اللي ما بين 300 إلى 200 دولار اللي تستحق الذكر فعلا بالسوق العراقي وركزولي على السوق العراقي لأنه هذا الكلام مو من الصحيح أنه يتم تطبيقها على أسواق ثانية بدول ثانية المنافسة بيها تختلف منافسة للأسف غابت عنها سامسونج هذه السنة وراح أرجع بعد شوية أتكلم عن سامسونج تحديدا منافسة افتقدت أوبو اللي رسالة لبراند بيها تقول احنا مثل سامسونج وتليفوناتنا أغلى من البقية حتى وإن كانت بمواصفات متوسطة فسوق مختلف حقيقة ب2021 بهذه الفئة لكن السؤال الأهم هنا واللي كل سنة نجاوب عليه بفيديو مثل هذا شنو أفضل تليفون بالسوق العراقي بفئة 300 دولار في 2021 وطبعا هذا الشيء كرأي شخصي مثل ما قلت لكم وبعد تجربة أغلب الهواتف المذكورة بهذا الفيديو على مدار السنة والجواب هو الريالمي جي تي ماستر بالنسبة لي بالفئة المتوسطة اللي تكلمنا عنها من بين كل التليفونات المذكورة هذا التليفون هو البطل حقيقة جهاز السنة بالنسبة لي بهذه الفئة الأكثر ازدحام أشياء هواي هذا الجهاز متفوق بيها التسعير ممتاز المعالج ممتاز الكاميرات جيدة جدا السوفتوير والأداء ما عليهم أي كلام شاحن سريع جدا بطارية استهلاكها جيد وشاشة قوية بمعدل سطوع عالي الآن قوة الريالمي جي تي ماستر وين قوة هذا التليفون أنه أكو تليفونات بنفس مواصفاته وأغلى منه والكلام هنا تحديدا عن السامسونج اي 52 اس اللي سعره يوصل إلى 400 دولار ونعم الـ A52 اس عليه أشياء ما موجودة بالريالمي جي تي مثل مثبت بصري بالكاميرا مثل سماعات استيريو ومقاومة ماء وغبار أيضا هذه الأشياء موجودة بالـ A52 ما موجودة هنا ولكن المشكلة إنك إذا توصل إلى 400 دولار والـ A52 اس فأنت طبيت بفئة ثانية تماما نتكلم عن تليفونات أعلى من الجي تي ماستر والـ A52 اس أشياء رح تلقى بيها الـ Realme GT Neo 2 البوكو F3 الشاومي 11T Pro لذلك نرجع مرة ثانية لبطل الفئة بوجهة نظري هذه السنة كقيمة حقيقية مقابل سعره وهو الـ Realme GT Master أخيرا فهواية من التلفونات اللي ذكرتنا بهذا الفيديو هي اختيارات جيدة مثل البوكو X3 Pro مثل الـ Q3 Pro والبوكو X3 GT تلفونات ممتازة وتبقى اختيارات جيدة ومو شيء سيء إذا اشتريتها أو فكرت به لكن مرة ثانية مو بنفس تجربة الـ Realme GT Master فتلفونات شاومي ومشاكلها بالسوفتوير خصوصا بـ Lancer Poco هذه السنة وأمور بديهية ما صلحوها مثل مستشعر التقارب ومعالجة الصور بالرغم من أنها تقدم تجربة ألعاب ممتازة ومشابهة للـ Realme GT Master فبس فيديو طويل تلفونات هذه السنة تأثرت بشكل واضح بموضوع نقص أشباه الموصلات والمشاكل اللي صارت بعد كورونا والحرب الاقتصادية بين الصين وأمريكا عموماً إن شاء الله استفاديتوا من هذا الفيديو وشكراً إذا أوصلت لهنا وشفت الفيديو للنهاية بشكل كامل شكراً لدعمكم ومتابعتكم نلتقي بفيديو 2022 إن شاء الله إذا الله يكتب لنا عمر تحياتي أخوكم حمد الحداد فيما الله